السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لجميع ومرحبا بكم في خبر رياضي جديد أكد الدولي المغربي نايف أكرد مدافع وسط هام يونيتد الإنجليزي أن المنتخب الوطني المغربي غير مرشح لتأهل إلى الدوري الثاني لنهائية كأس العالم قطر وأضاف مدافع الفتح الرباطي سابقا في تصريح مفاجئ لوسائل إعلام فرنسية أن الأسود يتواجدون في مجموعة قوية تضم منتخبات كبرى ولها حضود أقوى من المغرب لحسم بطاقة التأهل إلى الدوري القادم يذكر أن المنتخب الوطني المغربي سيستهل مشواره في نهائية كأس العالم بمواجهة نظيره الكرواتي في ملعب البيت يوم الأربعة الثالث والعشرين نومبر ثم يلاقي نظيره البلجيكي في ملعب الثمامة يوم الأحد السابع والعشرين نومبر على أن يلاقي في الجولة الثالثة منتخب كندا في ملعب الثمامة أيضا يوم الخميس فاتح دجمبر الفين واثنان وعشرين بالتوفيق لمنتخبنا الوطني المغربي وانتمنى إن شاء الله تعطينا الرأي إذا يكون في مجموعة المغرب وهل قادر الأسود العبور إلى الدوري القادم ترجمة نانسي قنقر